لمناقشة هذا الموضوع معنا في السوديو الخبير في تنظيمات الإرهابية عامر المسوي أهلا بك سيد عامر أهلا بك سيد عامر وينضم أيضا إلينا من إستنبول عبر الأقمار الاصطناعية سيد نصر الحريري عضو الهيئة السياسية للإتلاف الوطني السوري المعارض أهلا بك سيد حريري أهلا وسهلا حياكم الله وينضم أيضا إلينا من أنقرة مسشار رئاسي السابق وامين عام ملتقى الحوار العربي التركي على الهتف من إستنبول لأساد إرشاد هرموزلو نبدأ معك أساد هرموزلو لعلكم تابعتم المؤتمر الصحفي وزارة الدفاع الروسية هذا اليوم يعني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض الاتهامات الروسية وقال إنه ينبغي أن تكون هناك أدلة الروس قدموا أدلتهم اليوم أو جزءا من هذه الأدلة ما ردوا أنقرة الرئيس أردوغان حذر روسيا من نشر مثل هذه الإفتراءات ما قالت روسيا أنها أدلة كانت صور لشاحنات تدفع شرقا أو شمالا بهذا الشكل هذه ليست أدلة وقد قالت جميع وسائل الإعلام التركية أيضا أن روسيا قد فشلت في تقديم أدلة واضحة في هذا الموضوع وإنما صور معينة قد تعني شيئا أو لا تعني شيئا معينة طبيعة الحال كان موقف الرئيس أردوغان واضحا جدا عندما قال أن على المدعي الإثبات وإذا أثبتت روسيا أن تركيا أو أي من أفراد عائلة هدوغان قد تاجر بالنفط المؤرب من فناطق داعش أنه مستعد للإستقال ولكن على المسؤولين الذين صلحوا هذا أن يقومهم أيضا بالإستقال إذا فشلوا في إثبات ذلك وقال أيضا الرئيس التركي بأن أنقرة ستتأخذ إجراءات في حال تواصلت هذه الاتهامات ما هي هذه الإجراءات؟ الإجراءات التي يمكن إتخاذها هي بالأساس مقابل الإجراءات التعسفية وحركات التشنج التي قامت بها للأسف روسيا الاتحادية في هذا الموضوع هناك موضوع معين بالذات المفروض أن يتم الحديث عنه ويجب الجلوس إلى الطاولة والحديث حول أبعاد هذه المسألة وأما إذا كانت تركيا محقفة الدفاع عن أراضيها وأجوائها أو لا هذا هو عرف دولي في هذا الموضوع ولكن نشر هذا الموضوع إلى مقاطعة التماطم والفواكه التركية أو الهجوم على مصنع للسجاد منشئين في تركيا من قبل الأتراك هذه عمليات ليست لها صفة إلا أنها عمليات تشنج لنعود أستاذ هرموزلو إلى موضوع علاقة أنقرة بداعش حتى داخل تركيا كان هناك تصريح لعضو البرلمان التركي عن حزب الشعاب الجمهوري أرين أردم يعني دعا فيه إلى الكشف بالكلامه الآن الكشف عن علاقة سهر الرئيس التركي وهو وزير الطاقة الجديد بسهاريج النفط التي تابعة لتنظيم داعش وعلاقته بها أليس هناك أيضا جدل داخل تركيا كيف يرد الرئيس التركي على هذه الاتهامات من داخل البرلمان التركي كما قال الرئيس فإن على الذي يدعي إدعاء معينة يثبت إدعاء إلا أن الأقوف خلف الكاميرات وخلف الميكروفون والإدلاب تصريحات معينة لا تعني شيئا من بأي حال لو سمحتم يجب أن أذكر لكم أن هناك قسما من القضايا التي يمكن للعالم أن يتق بها وهي الشفافية الموجودة في التعرف على الأنشطة الموجودة في هذه الأجوة وأكثر من يمكن أن يدلي بصوتي في هذا الموضوع هو الولايات المتحدة الأمريكية وقد قالت أمريكا بلهجة مواضحة أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأن تركيا ليست لها علاقة مع منظمة داعش الإرهابية وقد اعتبرتها إرهابية دائما أنتم تعلمون أن داعش قد ارتكب الكثير من الجرائم هذا واضح لنبقى مع الموضوع أنت ذكرت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية فعلا قبل قليل جاء هذا الخبر والنفي لعلاقة أنقرة بتنظيم داعش وتجارة النفط لكن هناك أيضا تصريح لافت للنظر من جون كيري وزير الخارجية الأمريكية يقول فيه من مصلحة تركيا تماما وقف الحركة غير المشروعة لنقل النفط أو عبور مقاتل أجانب إلى هذا الاتجاه أو آخر واعتبر المراقبون أيضا تحميل أنقرة المسؤولية أيضا وإن بإجاز من فضلك ما يقصده كيري في هذا الموضوع هو أن تكون تركيا جادة في الحد من عمليات التهريب إذا كانت هناك عمليات تهريب وهذه لا تحصل من مناطق داعش إلى تركيا وإنما حتى من الأراضي العراقية كما تعلمون فهذه عمليات تهريب معينة ويجب أن لا ننسى أن الفدود التركية السورية هي بطول 911 كيلومتر ولذلك السيطرة على جميع المنافذ سواء كانت المنافذ المعابر أو العمليات التي يتم منها التهريب أمر صعب جدا وهذا ما قالت تضحت الصورة شكرا جزيلا لك لمشاركتنا متشهر رئاسي السابق ومين عام والتقل الحوار العربي التركي على الهاتف كنت معنا من إستنبول شكرا لك على المشاركة ونتوجه الآن إلى إستنبول أيضا والأستاذ نصر الحريري سمعتم إلى كلام أنقرة يعني على من يتهم أن يثبت أستاذ حريري يعني ما يقوم به أو ما يتهم به الاتلاف السوري المعارض يتهم الرئيس السوري بشار الأسد بشراء النفط من تنظيم داعش ما إثباتاتكم إذن؟ يعني أولا تقريبا الصادرات أو حجم الإنتاج اليومي الذي كان يمتلكه النظام السوري بالأساس هو حوالي 300 ألف برميل يوميا معروف أنه بعد سيطرة التنظيمات وخاصة داعش على هذه المنطقة وبسبب عدم وجود الأجهزة الكافية انخفضت بنسبة أكثر من 70% من الناتج السابق بمعنى أنه لا توجد لدى هذا التنظيم الكميات الكبيرة جدا التي تغطي السوق الداخلية والمناطق التي يسيطر عليها وإضافة إلى ذلك يلبي نظام بشار الأسد المجرم بما يلزمه من نفط ويعني يتوفر لديه مزيد حتى يهربوا أو يصدروا إلى دول أخرى يعني هذه تخمينات أفهم كلامك أستاذ حريري هذه تخمينات ليس هناك إثبتات لا توجد لدى التنظيم كميات كافية تغطي مناطقه لا 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 ما تخمينات لا توجد لدى التنظيم كميات كافية تغطي السوق الداخلية وتغطي الصادرات التي يوردها للنظام ووزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام وقبل فترة بسيطة أدرجت على لائحة العقوبات جورج حسواني بتهمت أن لديه شركة موجودة في حقول النفط التي تسيطر عليها داعش تقدم الدعم للحكومة السورية عن طريق لعب دور الوسيط ما بين هذا التنظيم والحكومة السورية بحيث تؤمن للنظام السوري كميات اللازمة أو جزء من الكميات اللازمة وهو يستورد الباقي غالبا من إيران طبعا قبل جورج حسواني هناك المسؤول الأمني في تنظيم داعش واسمه عبداللطيف الثلجي أقام علاقة وهذا العقد معروف وهو بحيث يؤمن كميات النفط اللازمة للنظام وتغطي بشكل أساسي دمشق وجزء من حمص وذلك عبر الأنابيب الموجودة من حقول النفط الموجودة في المنطقة الشرقية وخاصة دير الزور إلى تيتو ومنه إلى مصفات حمص ومنها يتم توزيعه إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام وهذا ما يؤمن تقريبا 2 إلى 3 مليون دولار يوميا للنظام وبيعدل تقريبا حوالي مليارين دولار سنويا هذه العلاقة أصبحت واضحة جدا النظام السوري اليوم لا يسيطر تقريبا على أي حقل للنفط يغطي أكثر من 50% من احتياجاته عن طريق هذه الصفقات التي ينظمها مع تنظيم داعش والباقي يتم استيراده غالبا عن طريق إيران وعن طريق مناطق أخرى ربما تكون كذلك من العراق فالعلاقة بين التنظيم وما بين نظام بشار الأسد أصبحت واضحة وبشهادة دولية بعد إدراج على لائحة العقوبات واصلت الفكرة أستاذ حريري ابق معنا أستاذ موسوي أنتم أشرفتم على عدد من التحقيقات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية داعش وأنتم قادمون أيضا من المنطقة للتو التساؤل الآن بالنسبة للمراقبين من القارج هناك اتهامات جميع أسعدة داعش يصدر إلى يبيع النفط إلى الرئيس السوري وبشار الأسد كما سمعنا من المعارض السوري يبيع النفط إلى تركيا كما تقول روسيا يبيع النفط أيضا إلى كردستان العراق وحكومتها كما يقول الكثيرون من يشتري النفط من داعش إذن أستاذ عامل بحكم تجربتكم يعني إذا افترضنا أن داعش هو الآن يصدر الكميات التي كان يصدرها قبل الضربات الروسية وكان يصدر ما يقارب 40 ألف برميل يوميا وما يقرب من 100 مليون دولار شهريا تدخل إلى خسانة داعش أو ما يسمى عندهم بيت الركاز دار الركاز لكن النظام السوري قد يشتري بعض النفط الذي يتم التعامل فيه بطريقة بدائية في مصافي بدائية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لكن هذه الأموال التي تأتي تتأتى من هذا الديزل أو المحروقات الرديئة التفاعل هي أموال ليست بكثيرة والأكثر من هذا كان هناك اتفاق إذا كنا نتذكر بأن النظام كان يمد هذه المناطق بالكهرباء مقابل حصوله على بعض مصادر الطاقم أعتقد أن هذا ليس هو حصة الأسد من العائدات التي تتأتى من داعش داعش كان يبيع ويبيع لحد الآن الأموال التي النفط عبر شبكات معقدة من المهربين من شركاء له في العراق وفي تركيا وفي شمال سوريا لكن قبل الولوج إلى موضوع النفط لو رجعنا إلى أصل الموضوع نقاشنا اليوم وهو الاتهامات التي جاءت بها روسيا للرئيس ونتسأل عن مستقية الصور التي ظهرتها وإزدارتها الدفاع الروسية قبل أن نتحدث عن النفط لماذا لا نتحدث عن العداد الكبير من المقاتلين الذين وصلوا إلى تركيا خلال السنوات الأربع الماضية وتقدموا وعبروا الحدود ولم يمسكهم أحد هذا ليس موضوعنا اليوم هذا باتجاهنا موضوعنا وتمويل داعش وتمويل إرها أريد أن أذكر المشاهدين الكرام بأن تركيا قامت بعملية كبرى في القرن المنصر عملية سد الحدود وقطع للحدود وكانت مع سوريا وكانت تريد أن تبعد أجلاد من سوريا أنذاك وأفلحت بذلك أريد أن أقول أن تركيا لديها القدرة العسكرية والكفاءة العسكرية على إغلاق الحدود إغلاقا تاما إن أرادت ذلك وما هذه عمليات التهريبة التي تحصل اليوم والتي الكل بدأ يعرف أنها تحصل ما هي إلا محاولة من تركيا إلى دعم المجاميع التي ترغب بهم أن يبقوا وهم جماعة النصرة أنا لا أعتقد أن الأدلة التي جاءت بها روسيا هي قاطعة بدرجة أن نثبت التهمة على تركيا ولكن هم قالوا أيضا في روسيا أن هذا جزء من الأدلة وهناك جزء آخر سيظهر في المستقبل القريب في الأسبوع القادمة إذن نعود لك أستاذ الحريري بمنطقكم منطق يعني النظام يشتري النفط من داعش لأنه ليس لديه من بديل آخر وإلا كيف يعني يلبي احتياجاته من المحروقات إن لم يكن عبر شراء النفط من داعش فكيف تلبي جماعات المعارضة السورية في المناطق التي تسيطر عليها إذن احتياجاتها من النفط إن لم يكن من داعش بهذا المنطق بالضبط يعني الأخي الكريم على الأرض داعش موجودة والنصرة موجودة والنظام موجود في أماكن والمعارضة موجودة وهناك ممرات غذائية وهناك ممرات إنسانية ولا شك أنه في قسم ربما يكون مهم من النفط الموجود لدى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وجزء من النفط الموجود لدى النظام أكيد هو يمر من حقول النفط هذا شيء حتمي ولكن لو قارنت الحجم يعني حجم الكميات التي تحتاجها المعارضة لأداء فقط خدمات اليومية يعني الأفران المحطات وبالحد الأدنى مقابل الحجم الكبير الذي يحتاجه النظام لتشغيل كل أجهزة الدولة وكل المحطات وكل المعامل والأشياء الأخرى لو وجدت أنه كمية النفط المستهلكة من قبل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ربما لا يتجاوز 10% من الاستهلاك الذي يحتاجه النظام لم تجمنا عن سؤالي رغم ذلك حتى لو فرضا 10% فقط يعني من أين لها بالمحلوقات؟ بس تواني بس تواني بس تواني أغلب المناطق التي تسيطر عليها المعارضة حتى هذه المواد النفطية غير موجودة وجميعنا يذكر قبل فترة بسيطة عندما السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية مشكوراً سمح بمرور ربما عشرات أو مئات الآلاف من اللوتور النفطية إلى إدلب حيث كانت هناك الأفران لا تستطيع التشغيل محطات الكهرباء والوقود وإلى آخره هذا الموضوع كذلك شبيه بالجنوب مرة فترة لا يوجد فيها نفط أبداً لا بنزين ولا ديزل وكان كذلك جهود للمملكة الأردنية الهاشمية لتوفير ما يمكن توفيره من الوقود للمناطق المسيطرة عليها المعارضة إذن هذا التعامل عن طريق شبكات التهريب هو موجود بالحد الأدنى ولكن الشريان الرئيسي الذي يغذي النظام بالنفط هو داعش وأصبحت واضحة وأصبحت معروفة معروفة لأمريكا ومعروفة لروسيا ومعروفة للاتحاد الأوروبي ولم يعد بالإمكان أن نخفيها وإلا فعلا النظام منين يجيب الآن النظام كل هذا النفط من شبكات التهريب بمنطقكم أيضاً يعني يكفي المحافظات التي تسيطر عليها نعم؟ من شبكات التهريب بمنطقكم أيضاً يشتريها عبر شبكات التهريب الأنابيب التي توصل النفط من الحقول الشرقية من الحقول الشرقية إلى التيتو وإلى حمص هو عقد نظامي والنظام يقوم بتوفير المهندسين والفنيين للصيانة في المناطق التي تسيطر عليها داعش مقابل أن تقوم داعش بتأمين النفط للنظام وهذا أصبح موثق لدى عديد الأجهزة الموجودة في المنطقة وفي العالم واضح سيد موسوي أمام هذا الملف وسنتطرق إلى المصادر الأخرى لتمويل داعش مدام الغالبية تسر على أن النفط من أهم مصادر تمويله التساؤل بالنسبة للمراقب من الخارج مدام هناك تحالف ستيني يهاجم مواقع داعش وروسيا أيضا فلماذا لا يتم مهاجمة المنشآت النفطية إذا كان النفط هو المصدر الأساسي؟ كل يغرد على ليلة كل الدول التي تتدخل في سوريا كل لها مصلحته لكن لو راجعنا العمليات العسكرية التي قامت بها روسيا والتي على ما أعتقد أنها أغاضت تركيا بشكل مباشر عندما استهدفت عددا كبيرا من ناقلات النفط المتوجهة إلى تركيا وهي مست بذلك نقطة حساسة في السياسة التركية على المستوى البعيد وهي ضربت المشروع التركي بطريقة غير مباشرة بوضع منطقة عازلة شمال سوريا وهذا ما أثار حفيظة الأتراك ما علاقة هذا بشحنة النفط؟ الروس استهدفوا ناقلات النفط بسبب أن هذه الناقلات النفط كانت تورد الكثير من العائدات التي تصب بمصلحة شركاء تركيا في سوريا التركمان وجبهة النصرة يعني يجب أن نتذكر هناك أنابيب ممدودة في منطقة حتاي تحت الأرض منابيب بطريقة بداية بلاستيكية تنقل النفط من سوريا وإلى هذه المناطق حتاي كل المراقبين يعلمون بذلك وهي ذات الشبكة التي كان يستخدمها النظام العراقي صدام حسين في برنامج النفط مقابل الغذاء في تسعينيات القرن المنصر عندما كان يتهرب من هذه الحصص التي فرضتها الأمم المتحدة ويهرب بعض النفط والعراقيون يعلمون بذلك وكان الأمر كله يتم عن طريق سوريا وشركاء سوريين وهي ذات الشبكة التي عملت في ذلك الوقت هي ذاتها تعمل ناشطة وبشكل أكبر عبر الحدود السورية والتركية والإيرانية يعني الأتراك هم معنيون بطريقة مباشرة بضبط حدودهم هم ليسوا قادرين على ضبط الحدود هذا لا أعتقد غير موجود والروس عندما قدموا هذه الأدلة المنقوصة وأنا أقول أنها منقوصة أعتقد أنهم سيبادرون إلى طرح أدلة جديدة يمكن أن تبكي في منطقة حرجة طرحوا مشروعا أمميا جديدا لتجفيف منابع وتمويل الإرهاب أستاذ الحريري ماذا تتوقعون أنتم كمعارضة سورية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتجفيف منابع داعش بدرجة الأولى يعني أولا المناطق التي تسيطر عليها داعش وحسب ما يروى فعلا هو المصدر الرئيسي لتمويلهم هو الحقول النفطية ولا أعتقد أن حلف دولي تقود الولايات المتحدة الأمريكية ويتضمن ستين دولة ينتظر اليوم الروس بعد حوالي خمس سنوات من الثورة السورية بعد حوالي عامين من وجود داعش على الأرض حتى يأتي بأدلة على اشتراك تركيا بمنافع اقتصادية مع هذا التنظيم وإلا ماذا يكون معنى أن تكون تركيا جزء من هذا التحالف الدولي وتكون القواعد الجوية التركية تستخدم من قبل قوات التحالف الدولي يعني بعيدا عن الملف التركي ولماذا تكون تركيا أولا هدف لداعش سيد الحريري بعيدا عن الملف التركي الآن وينما ما المتوقع يعني فعليا وبالتحديد من مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص بخصوص تمويل داعش بشكل أساسي كان في قرارات واضحة من مجلس الأمن الدولي تجاه داعش فيما يخص منع تدفق المقاتلين الأجانب إلى الداخل السوري وفيما يخص تجفيف المنابع والموارد المالية لهذه التنظيمين نعم؟ نعم تمويل فكان في قرارات واضحة من مجلس الأمن لكن هذه القرارات أخي إن لم يكن لها تطبيق على الأرض إن لم يكن هناك جيش موجود على الأرض يستطيع التقدم وإعادة الانتشار والسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها داعش وبالذات المنابع النفطية لن تكون مثل هذه الطرق كافية والدليل على ذلك أن التحالف الدولي اليوم بعد سنة وثلاث أشهر لم يحقق شيء واليوم الطيران الروسي أي نعم هو يدعي أنه قصف عديد المواقع لداعش لكن هذا لن يوقف الموضوع طالما أن هناك ورش فنية وصيانة ستكون قادرة على إعادة تفعيل هذه الآبار النفطية وهذه المحطات وهذه الخزانات من جديد بالتفاعل مع النظام وإلا إذا تبكنت فعلا روسيا وقوات التحالف من تدمير كل هذه الآبار النفطية فستحرم أولا النظام من النفط الذي أخذه من داعش وبالتالي هذه الحلقة ستنكسر أما الآن المهندسين والتقنيين شكرا أستاذ حريري وصلت الفكرة أنا أترك المجال لأستاذ موسوي هنا معي في السيديو سيد الحريري ذكر أن التحالف الدولي هو كيف لا يمكن أن يعلم بالنشاطات التي يقوم بها داعش أسرد لهم مثالا على الآبار التي كان يسيطر عليها داعش في شمال تكريد حق للعجيل وحق العلاس هم يعلمون بأنهم يصدرون نفطا من هذه الآبار ويذهب جزءا من هذا النفط إلى مصفى صغير جنوب الموصل مصفى قيارة ولم تتعرض له طائرات التحالف وترك على حاله ولحد هذه اللحظة يعمل مصفى القيارة بشكل كامل القوات التحالف غير جادة في التعاطي مع التهديد الإرهابي لداعش ولكن الروس كانوا أكثر جدية وهم ضربوا 70% من البنى التحتية للصناعة النفطية لداعش وداعش تعاني من مشاكل أدت بارتفاع أسعار المحروقات داخل المناطق التي تسيطر عليها شكرا جزيلا لك المحل السياسي الخبير في شؤون الإرهاب عامر الموسوي لمشاركتنا في الجزء الأول من مسائية دي دابليو وشكر موصول أيضا كان معنا من إسطنبول الأستاذ نصر الحريري عضو الهيئة السياسية لإتلاف الوطني السوري المعارض وشكر موصول أيضا إليكم مشاهدين الكرام لمتابعة جزء الأول الجزء الثاني يتناول جديد الأزمة اليمنية تقيقة ونعود إليكم تفضلوا بمقائمة